بسم الله الرحمن الرحيم لازلنا في باب التيمم ونواصل الحديث في بيان صفة التيمم من بيان صفة التيمم أنه يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته ويمسح وجهه بباطنها وكفيه براحته أي أنه يمسح وجهه بباطن أصابع ويترك الراحتين فلا يمسح بهما وجهه لماذا؟ قالوا لأنه لو مسح بباطن كفيه الوجه ثم أراد أن يمسح الكفين صار التراب مستعملا في طهارة واجبة وإذا استعمل التراب في طهارة واجبة فإنه ينتقل من كونه طهور إلى أن يكون طاهر لأنه تراب مستعمل وهذا على المذهب فيكون غير مطهر فبالتالي تكون الكفين خارج عن التطهير لأنه مسحها بتراب طاهر غير مطهر قال ابن عثيمين رحمه الله ولا حاجة إلى هذا لأن هذا الأمر بنوه على تعليل ضعيف يعني الفقهاء من الحنابلة الذين ذكروا هذا الأمر بنوه على تعليل ضعيف ولا دليل عليه قال رحمه الله والدليل على خلاف ذلك فإن حديث عمار جاء فيه أنه مسح وجهه بيديه ولم يفصل أنه مسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته وعلى هذا فالقول أنه يمسح وجهه بيديه كلتيهما ويمسح الكفين بعضهما ببعض تخليل الأصابع في التيممم قالوا أنه يجب أن يخلل أصابعه في الطهارة في طهارته بالتيممم بخلاف إذا تطهر في الماء فإنه مستحب كما بينا سابقاً وعلّلوا ذلك بأن الماء له نفوذ يدخل بين الأصابع وأما التراب فلا يجري فيحتاج إلى تخليل قال ابن عثيمين رحمه الله والتخليل فيه نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمار لم يخلل أصابعه وهذا هو الراجح والله أعلم أنه لا يخلل أصابعه وهل يسن له النفخ في اليدين بعد أن يضعهما سواء كانت مفرجة الأصابع أو مضومة الأصابع على ما ذكرنا هل ينفخ في اليدين قالوا يسن له أن ينفخ في يديه لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا في حديث متفق عليه غير أن بعض العلماء قيدوا ذلك بما إذا علق في يديه تراب كثير وأما إذا كان التراب قليل أو الغبار قليل فإنه لا ينفخ هذا والله أعلم وأحكم